اشتركوا في القناة اللي عم براوح مكانه بانتظار كلمة السر من الخارج او تسويما وايضا مسألة انتخابات البلدية والاستحاق البلدي رح بلش من هذا الموضوع برأيك الكل يعمل اليوم على تطيير هذا الاستحقاق ام لا لا مش الكل يعني انا استعملت تعبير انه هناك سرب وهناك من يغرد خارج السرب بمقالة الاخيرة صحيح يبدو انه معظم القوى السياسية اللي هي تحتاج الى الاستحقاق او الهم النائص بالمرحلة الحالية يمكن من المناسب لألاس سياسيا وشعبيا انه تتجنب او تحاول ان تتجنب هذا الاستحقاق اللي بودوا يحط كل الناس على المحك وبالامتحان امتحان الشعبي وامتحان المكانات الانتخابية وامتحان والتنافس بين بعضهم يعني لانه اليوم بين الانتخابات النيابية واليوم بلدية غير معايير اتغيرت المعطية صحيح غير معايير بس هذا الشيء مش ببعض المواقع المفصلية الاساسية او البلديات اللي قلة رمزية ومعنى يعني اذا منلاحظ كل قوة من القوى الحالية يعني تسمى احزاب بشكل شائع ولكن هي ليست احزاب سياسي بالمعنى العلمي ما بدنا نفوت بهذا الموضوع كل قوة من هذه القوى عندها مواقع بلدية لها رمزية ولهذه المواقع يعني تعطي حالة من خلالها نوع من الشرعية الشعبية وتستعمل نتذكر انتخابات بلدية جوني مثلا واسرار التيار الوطني الحر على أن نفوز بها ببيروت وطيار المستقبل وفينا ناخد امسي الكتير بهذا المعنى فالبلدية مش دايما هي موضوع عائلة محلة إنمائة بنظر الأحزاب أو ما يسمى بالأحزاب السياسية القائمة إنما هي معيار أو مؤشر له رمزية في بعض المواقع طبعا مش بكل من برأيك يحاول اليوم تجنب هذه الانتخابات يعني من الأحزاب اللي عم تحكي عنها هي الأكثر هشاشة كل الأحزاب اليوم حتى اللي هي عندها منسوب عالي من الثقة بالحضور والثقة بالنفس والثقة بالقدرة على الفوز بهذه المواقع الرمزية ولكن كلها إذا خيرت بين أن تواجه استحقاقه بين أن تأجله بعتقد بفضل التأجيل حتى يلي عم بيجاهروا بالمطالبة فيه ضمنيا هن بفضلوا أنه ما يكونوا أمام هذا الامتحان وكلهم عم بيرهنوا أنه ربما ربما تؤجل حتى عم بيحكي عن غير الساعين إلى التأجيل قانونا اليوم خليني قبل أن أفصل بالأمور لأنه في وجهة نظر أيضا بعيدة عن هذه الأحزاب بتقول أنه ليش اليوم أنه بدي أعمل انتخابات نيابية بظل هذا الانهيار الاقتصادي والمالي أصلا جرائيا وتسيير هذه العملية من قضاة من إضراب المعلمين كيف رح نعملها بس بداية قانونا اليوم في حال سؤال فرضي في حال اليوم لم يمدد داخل مجلس النواب هل تبقى هذه المجالس تسيير المرافق العامة أم لا نحن منفوت بفراغ أول شي قانونا لحد اليوم عم بصير تطبيق القانون كما يجب يعني وزير الداخلية والبلديات بس مولوي دعا الهيئات الانتخابية وماشي على الإجراءات اللي بنصص عليها الأنون بشكل أنه مش بس من باب القيام بما يجب ورفع العتب اللي بلاحظ زخم الشغل حتى بالتحضير ضمن وزارة الداخلية والبلديات أنا عرفت أنه أنجزت الاستعدادات اللوجستية وغير اللوجستية فلا فيه توجه هذا اللي سميته تغريد خارج السرب فيه توجه بوزارة الداخلية الوزارة المعنية إلى إجراء الانتخابات في موعدها بس ممكن يكون نحن اليوم قمنا بواجبنا كوزارة من خلف الرئيس نجيم مئاته لكن نحن بحاجة اليوم إلى تمويل بس لما التمويل بيكون مأمن وانا مثل ما بعرف أنه مأمن فيه مصدر داخلي اللي هو الـ SDR أو الأموال لحقوق الصحب الخاصة وفيه أيضا هبات أو مساعدات دولية خاصة بالأمور اللوجستية يعني الحبر والورق والمغلفات تأمنت تأمنت هذه الأمور هلأ مثل ما من نتذكر بالفترة السابقة لقبل الانتخابات النيابية الأخيرة كان فيه كمان جاو من هالنوع أنه الانتخابات هلأ يعني لبكة ومشكلة والموظفين مقضربين والقضاة معتكفين نتذكر هذا الجاو كمان كان مماثل اليوم عامين حاكمت له كمان ولكن رجعت حصلت الانتخابات النيابية بغض النظر عن نتيجها إذا كانت أرضة الشعب اللبناني أو لا ولكن حصلت اليوم سؤال ماذا سيكون موقف مجلس النواب والكتل النيابية في حال أن الحكومة لم تتجرأ على التهرب على الكتل النيابية بس فرضا اليوم ما حصل لا حصل التمديد اليوم ولا حصلت الانتخابات هل نحن بالانتخابات البلدية والمجالس البلدية والاختيارية كمان الأهم اليوم أمام فراغ أم ما في فراغ بالمجالس أو سلطات المحلية بهذه الحالة عندما تنتهي الولاية دون أن تحصل الانتخابات ليس هناك نص يسمح بأن يكلف كائن من كان سواء المجالس الحالية أو قائم المقامين والمحافظين للعمل مكان المجالس البلدية هناك نص ونحكي عنه بادي 25 بادي 24 25 من أنون البلديات اللي بيحكي عن حالة الشغور خلال ولاية المجلس البلدي هذا النص بيقول أنه لما بينحل مجلس بلدي أو يعتبر منحلا أو بيستقيل يحل محل أو يكلف القائم مقام أو المحافظ في مركز المحافظة ولكن هذا بيحكي عن انتهاء أو انحلال المجلس البلدي خلال ولاية المحافظة في رأي قانوني بيقول أنه بالقانون البلدي اليوم ما فيه بتكفل مجالس البلدية غير صحيح غير صحيح أبدا ما فيه نص ولا يمكن هنا التذرع بمبدأ استمرارية المرفق العام لأنه تستمر المرافق العامة في هذه الحالة من خلال تطبيق القانون بالشكل الطبيعي اللي هو إجراء الانتخابات لأنه اليوم واقعيا وقانونيا ليس هناك ما يحول عن جد فعلا دون إجراء الانتخابات إلا عدم الرغبة السياسية سيب شو بيصير بهذه الحالة إذا نحنا فيه تعذر لا تجربة إذا فيه تعذر اليوم لتستلم القائم مقاميين هذه المجالس وما فيهم يكفوا وفق تسيير أو مبدأ تسيير المرافق العامة إذا بدنا نروح للسيناريو الأسوأ للسيناريو الأسوأ مثل ما تعودنا أنه نحنا فيه رهان ودائما فيه شغل على حفة الهوية في لبنان أنه من نروح على السيناريو الأسوأ ومنشوف شو نعمل فيه التكليف القائم مقاميين والمحافظين هو غير جائز قانونا مخالف لأنون البلديات التكليف المجالس الحالية بأن تستمر هذا يعني لا يجوز لا يجوز من دون نص تشريعي لأن الولايه محدد بأنون البلديات بست سنوات وتم تمديد العام الماضي لمدة سنة يفوت الفتوى من هذا التمديد الذي حصل للسنة بأيار الماضي اليوم فيه ثغرة قانونية من هذا الجانب نقل الولايه المجالس بلدية والاختيارية محددة بنص تشريعي يعني أنت بحاجة إلى نص تشريعي مقابل واليوم مثل ما كلنا منعرف مجلس النواب هو هيئة انتخابية وليس هيئة تشريعية ولا يجوز له القيام بأي عمل آخر هذا التعبير وارد حرفيا بالدستور الفراغ الرئاسي حصل تشريعات وإذا اليوم اجتمع مجلس النواب وأقر قانونا لتمديد ولاية المجالس البلدية الحالية التي ستنتهي بعد أسابيع بيكون هناك احتمال للطعن بهذا القانون والطعن به أمام المجلس الدستوري هناك اجتهاد متكرر صار ومستقر للمجلس الدستوري يقول فيه بأن الهيئات المنتخبة لا يجوز تمديد لها لأنه اعتبر مبدأ الديمقراطية التمثيلية وضع أعطاه مستوى أو مرتبة دستورية ولا يجوز لأي قانون أن يشرع خلاف ذلك تحت طائلة الإبطال بلدية بيروت قبل بلدية بيروت هل بتأيد اليوم في وجهة نظر بتقول بعيدة من الأحزاب المستفيدة أو الأحزاب الموجودة اليوم بالسلطة مسألة لماذا بدأ نجري الانتخابات البلدية من أولوية اليوم بظل هذا الانهيار بتأيد هذا الموضوع أم لا ضرورة إجراء اليوم هذه الاستحقام بظل الوضع الحالي الأولوية انتخاب رئيس الجمهورية بس إذا نحن مختلفين على هذا الأمر في عنا استحقات آنونية تانية ما فينا نقول أنه هذا بذكرنا بموضوع الصراع العربي الإسرائيلي لما كان أنه منقمع الحريات ومنوقف الحياة السياسية والديمقراطية في البلدان التي هي تعتبر حلق الصوت يعني هو صوت لأنه 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 هم كبير هو بنحرر فلسطين فمن نقتل الناس ومنخنق الحريات ومنجوع الشعوب هذا الشي بذكرنا بهذه اللغة التي صارت مضى عليها الزمن عظيم بلدية بيروت اليوم في أصوات تقول أنه ضروري تقسيم البلدية وإيجاد بلدياتين أنا موقف من على هذا المنبر الكريم ضد أي تقسيم لبلدية بيروت إذا كان قائما على منطقة شرقية وغربية نشوف ببلدية العالم تقول كلما كانت أصغر السلطات المحلية وتشيع تواصل مباشرة مع الناخب ويكون أمور لخير المدينة ليس فقط من منظور طائف هذا موضوع علمي لا يمكن البحث به تشريعيا إلا على أساس دراسة ميدانية علمية بتشوف أين هي الحدود الحقيقية للتجمعات الإدارية التي يجب أن تكون لها سلطة محلية قائمة بذاتها هل هي أوسع من حدود بيروت الحالية أصلا حدود إدارية لبيروت اليوم هي أقل من 20 كم مربع مثل ما كلنا منعرف ولكن امتدادة الفعلة الحقيقة الديموغرافية والجغرافية والاقتصادية والإنمائية والتنظيمة هو خارج هال 20 كم مربع وبعطي أمثلة كثيرة من صبرة ووصولا إلى منطقة الكارنتينة والرمال وبرج حمود وتواصلهم وتداخلهم للجغرافية والسكانة من المستحيل التشريع لإعادة النظر بوضع بيروت إداريا من دون إعادة النظر بموقعة وحجمة ودورة وامتدادة مستحيل وقال لهم نكون نخب رأسنا بالرمل ونجرب بس أن نستدرج عواطف الناس على أساس طائفة وهذه الطرحات التي انطرحت لحد اليوم منطلقة هو على الأساس هناك مشروع للقوات اللبنانية لا أعرف إذا تيار الوطني الحر كمان عندهم مشروع متتلف شوي ولكن نفل منطلقة مثل اليوم الذي حصل بعد تفجير أربعة آب اليوم وعدم التفاة البلدية لمناطق واسعة عظيمة الأهمال بحسب المهملين على همش هو الأهمال على الجميع أنه عدم إنقاذ الناس وعدم إغاثتهم من قبل بلدية بيروت بعد الانفجار بيؤدي إلى محاسبة من أهمل وليس إلى ضرب المدينة وإلى قسمتها إلى مدينتين يعني يعني ما أعرف كيف هي بتوصل لها هل برأيك هو اليوم إذا بدك هيك مؤشر أو اختبار أو ميزان حرارة اليوم على إمكانية الطرح الجديد اللي على أوسع من طرح يعني هو أبعد من ذلك مسألة الفدرالي هل هو اختبار اليوم لردات الفعل وإذا مش كمان يكون اختبار فعلي على الأرض لإمكانية طرح سياسي أوسع من ذلك واضح بأوساط معينة هناك من يخرج بهذه طروحات إلى العلن وهناك أوساط عم تشتغل عليه يعني بشكل دقوب من خلال نخب ودراسات وعم نشوف حتى التسويق علامي لا لطروحات ناس بيسموها فدرالية ناس بيسموها لا مركزية موسعة وبيضيفوا علي صفة المالية يلي هي اختصاص اللا مركزية بعتقد أنه تسميتها لللا مركزية بأنها موسعة وأنها مالية وإدارية هذه من البديهيات إلا يلي بيكون عم بيصر على هالمسميات إذا عنده خلفية تانية بتصير هي نوع من تقسيم المحنة هي حكما نحن بس نحكي عن اللا مركزية الإدارية هي موسعة من ضمن المالية بسميها موسعة وتعريف اللا مركزية تعريفها بالأنون هي الاستقلال المالي والإداري عن السلطة المركزية ضمن حد معين من الرقابة تمارسه السلطة المركزية شون القصة اللي عم تفضل فيه أنا عم بعطي هذا التوصيف لأرجع لسؤال حضرتك أنه هذا النوع من الطروحات فيه إلو وجين أول الوجه الأول هو دغدغت مشاعر الجماهير الخائبة من أداء بعض الأحزاب التي تمثل أو تدعي تمثيل طائف معينة أو طواقف معينة بأوسطها وإذا عم نحكي عن بيروت بدائرتها الأولى وأحياء دائرتها الأولى هذا الشي صار معروف وصار فيه تنافس على دغدغة مشاعر الجمهور والناخبين بهالدوائر لأنه اللي معتبرين أنه هنا بمثلوا هذه الدائرة ما قدروا يقدموا شي لا بالانتخابات النيابية ولا قبلها ولا بعدها وصولا إلى استحقاء بلدي شو عندهم يقولوا للناس غير أنه نحنا في حدا غير خطاب الطائف خلا في حدا غلط معكم وما أنقذكم ونحنا خلاص بدنا نقصم نحنوية بدنا ندير شؤوننا بين بعضنا وهذا الشي موجه إذن للجماهير في جهة تانية معنية بهالأمر يلي هي ما يسمى بالشريك في الوطن يلي منزعجين من مثلا من وجود قوة اسم حزب الله أو ثناء شيعي أو اللي بدك ويتهمونها بالهلمانة على القرار البلد بيهددوا بأنه نحنا لا يمكن أن نعيش سوية بهذه الظروف وبالتالي نحن نذهبون إلى قسمة البلد إلى قسمين أو إلى أكثر على أساس أنه الحق على الآخر مش الحق على اللي عم بيطالب بهذه الطروحات بس بده عن جد يشوف أنه هل هذا الطرح هو من الصواب بده ينظر إلى هيك لمحة سريعة على تاريخ لبنان المعاصر ويشوف أنه للأسف للأسف من كان وراء إنشاء لبنان بحدوده المعروفة لبنان الكبير ومن نظر له ومن يعني جعل منه وطنا لكل اللبنانيين وحاربوا دفع دم لأجله هو اليوم من يتكلم أو يسوق لطروحات تدميري لهذا الوطن هل يتغير اليوم بعد وجود حزب الله وكلام حكي عم حزب الله سيد نصر الله من يومين بمسألة نحن بدنا نعيش سوى غير هك اللي بيحكي بكلام لنا لبنانكم ولنا لبناننا هذا كلام ما بيكفي بس بدي أعطيك أنا لا الناس اللي بيستعملوا هذا المثل اليوم من وجهة نظر أنه من يريد شيطنة الفيدرالية طيب بيعطوا مثل أنه اليوم حزب الله عندك أنت مؤسساتك عندك مناطق عندك سلاحك فبس نحن نحكي نحن بالفيدرالية بهذا الموضوع ولهو طرح سياسي يتم تخويننا وشيطنة هذا الطرح عم بقدموا دليل علمي أو واقعي من وجهة نظره صحيح في مشكلة ولكن علاجها ما بيصير علاجها مش بهذا الشيء علاجها ما بيصير بتدمير البيت إذا في خلاف بقلب البيت وفي طرف في شخص بالعائلة هو عم تصرف بطريقة غلط وعم يقزي أو يضر أفراد العائلة اللي هن عايشين معه تحت سقف واحد ما بيكون مبرر للآخرين أنه ندمروا البيت على الجميع حتى ولو كان طروحاته تدميرية للآخرين اليوم يلي صار من كم يوم بالجنوب طيب طبعا هذا على القليل يمكننا أن نقول عنه أنه هو يعني مصدر أو مبعث إلى انقسام اللبنانيين بشكل عمودي أكتر وهذا شي شفنا على التواصل الاجتماعي ومش بس بالمواقف السياسية في انقسام كتير كبير حول هذا الموضوع معايته هو ليس موضوعا وطنيا شو ما كان يكون أهدافه وخلفيته رأيك بهذا الموضوع التيار الوطني الحر والخوات اللبنانية عم بزيده على بعض بهذا الخطاب لأنه ما بقى يقدروا يقدم خطاب اليوم غير هذا الخطاب ودغدغت هذا الشعور مصفته أستاذ رامي كل الأحزاب اللبنانية طيارات وحركات وأحزاب يعني اللي بتتسمى أحزاب وبرجع بقول أنه هي في علم السياسي ليست لقطة يفطات على غير يعني لقطة يفطة من بره بتفوت بتلاقي شي غير شي جوبها صحيح كلها كلها تشترك في إما الفشل وأما العجز بالحالة اللي نحن فيها كلهم صحيح من حزب الله إلى الكوات اللبنانية مرورا بالجميع هي بتشوف تروحاتهم بالاقتصاد بتعرف فيه فشل وفيه عجز هذا شي صار ثابت بدليل ما نحن فيه لو ما فيه فشل وعجز كان فيه على القليلة بتلاقي مبادرات جدية لا تنتظر الخارج يعني اليوم معلش بتسمع التجاذب والتحليلات والمحاولات شد الأمور باتجاه أو باتجاه آخر صار الخارج عم بدحك علينا أنه منقعد نفسر تعبير وجوه المجتمعين بالصين تنشوف إذا رح يأثر علينا نحنا ونحنا اليوم قاعدين هون سوا والبلد الناس مخروب بيوتها وعم تموت على أبواب المستشفيات والناس ما معاها تاكل ونحنا نطرين بلكي بيتحننوا علينا بالخارج بأي خارج ما ما بعرف شوه لحتى نحل شأن أساسي جذري هالقدة أساسي بتكوين السلطة وبالمؤسسات الدستورية باللبنان يعني ما بعرف يعني نقل كتير بهالموضوع بس أنه شي صار هيك يعني يفوق الخيال هل بتسميه هل هذه أحزاب حتى بالأعلام يعني الشخصيات السياسية والنخب اللي بتعبر اليوم عن هذه الأحزاب كل الكلام إنه فرنسا شو بده والمواصفات هيدا فشل وعجز وكل يعني كل هذا الكلام هل برأيك اليوم نتيجة هذا الفشل والعجز يعني حتى الإخراج إخراج هذا الموضوع أصبح اليوم على العلن يعني اليوم بانتظار أنه التسوية خارجية بما أنه مش قادرين بالداخل اليوم إيجاد هذه التسوية أم لا اليوم منذ الاستقلال اليوم انتخاب رئاسة الجمهورية وعلى العامل الخارجي بهذا بالبلد هو عامل طاغي هي مسألة بنيوية بتركيبة إدارة البلد منذ الاستقلال هذا الشي صحيح ولكن صارت فاقعة أكثر ومهينة أكثر بالسنوات الأخيرة صحيح حتى الناس لا تتعودوا أنه ما عم نحكي التفاصيل أنت مين بتشوف جاية وأي رئيس وشو المواصفات ومين بيرضي مين موضوع تفضلت فيه أنك رجعت بالأمر إلى بدايات أو إلى مرحلة الاستقلال وحتى ما قبلها صحيح لأن القوى السياسية في لبنان لم تكن يوماً إلا قوى طائفية ها هي القصة لماذا هذا الشيء يوصل لنتيجة اللي نحن فيها لأن القوى الطائفية لا تمارس السياسة تمارس الصراع الطائفي على الهيمن وعلى السلطة وهذه الدائرة المفرغة نحن نعيشها من مئة سنة لليوم لذلك وصلنا لحرب ولمني حروب بمراحل معينة ولحرب كبيرة خمسة عشر سنة بقيت هي الحرب الأهلية اللبنانية أسبوع الجاي لدينا ذكرى 13 نيسان نظبوط نحن ما نزال في حرب أهلية اليوم هي باردة غير عسكرية ما في مدفع بس الحرب الأهلية بمعناها الحقيقة يعني صراع مجموعات ذات لون طائفي واحد على السلطة وعلى المواقع ودفاع قوى طائفية ذات لون واحد عن مواقع معينة تعتبرها مكاسبا في السلطة لها بموجب الحرب موجب الشرعية اللي أخذتها من الحرب بالحرب هل برأيك هيدا حرب أهلية باردة بعدنا فيها نحن مشين هيك كل هالقوى السياسية بتكوين المختلف والمتلون مع بعض الاستثناءات خلال تاريخنا بالمئة سنة كانت على هيدا الشكل هيدا النهج السياسي بلبنان واليوم رح نظل هيك لأنه هيدا الموضوع بطبيعة الحال خلال الحرب وقبل وبعد الحرب يستدرج الخارج إلى التدخل الداخلي نحن منقدم وراء اعتمادنا كقوى طائفية لدى الخارج بحاجة إلى دعم خارجي وعلى هالأساس ننشأ ونقوى ونمارس دورنا في الأسراع على السلطة بلبنان هيدا الأمراء يعني أعوزوا عماء اليوم الأساسيين اللي موجودين عم يرجع اليوم وعلى أرض الواقع عم يسكروا مناطقهم اليوم وعم يرجعوا لهذا يعني للمناطق اليوم ومعسكرات داخلية إذا بدك لأنه ما بيعرفوا يحكوا إلا هيدا اللغة هيدا المنطق يلي بيخلي عندهم فعلا سلطة حقيقية ونفوذ في داخل شارع معين هذا النفوذ يؤدي إلى استمرارهم وإعادة صناعة نفسهم في السلطة من خلال الانتخابات النيابية والبلدية أحيانا هذا الخبز اليومي طبعا هل تخشى اليوم بدي أعمل مقارنة صغيرة اليوم بما أنه العامل الخارجي هو اليوم الطاغي بأليات عمل هذا النظام السياسي ومن ضمنه الاستحقاقات وهو الاستحقاق الرئاسي اليوم بعد التسوية الحاصلة وتبريد الخلاف السني الشيعي اللي دام أكثر من عقد بين إيران والسعودية وانعكس بساحات مختلفة من اليمن مرورا ببغداد ودمشق وصولا إلى بيروت اليوم إلى أي مدى بتشبه المرحلة بـ 88 والاختيار اليوم كان إما المعادلة الشهيرة كان اللي بعد لقاء حافظ الأسد وريتشارد ميرفي إما مخايل الظاهر أو الفوضى اليوم وكان فيه اتفاق خارجي على اسم مخايل الظاهر نجحت القوى المسيحية أنا ذاك في تشكيل جبهة والوقوف ضد اليوم فرض هذا الاسم هل اليوم برأيك قادر القوى المسيحية في حال جرى الاتفاق على تسوي ما على اسم مرشح اللي بمثل هذا المحور اليوم الوزير السابق اسلامي الفرنجي أن تصطف اليوم وترفض هذا الموضوع وممكن الذهاب إلى فوضى ما لا يعني سؤالك بيستدعي إجابات وملاحظات وتوضيحات كتير يعني فيه إحاطة كتير كبيرة بكل ما يجري أول شي بدي أعطي ملاحظة على موضوع ما يسمى القوى المسيحية المسيحية ونحن اليوم بفترة الفصح المسيحية اللي تعطى لهذه الأحزاب هي بعيدة كل البعد عن المحتوى والمضمون السياسي والأداء السياسي لهذه الأحزاب وإنما إعطاء هذه الصفة لنفسها هو من أجل إعطاء الشرعية الشعبية وهذا الأمر غير صحيح مسيحي أو إسلامي أو شيء هو تعبير ديني يجب أن لا يكون له أي صلة أو أي تأثير بمضمون العمل السياسي هي اللي حتى لا نحطها على جنب نين؟ نتمنى ذلك بس اليوم واقعيا على الأرض هي هذه الأحزاب تمثل ما استلح على تسميته المجتمع المسيحي هي تسيطر على مجمل أو معظم المقاعد النيابية المخصصة للطوائف المسيحية هذا التعبير اللي أوضح ولكن ما في شيء من أدبيات أقلوا علاقة بمبادئ الإيمان أو الحياة الروحية المسيحية هذا شيء معروف يعني حتى اللي اجتمعوا بدعوة من غطة البطرياركية حصلت رياضة روحية نعم التشميل أو المقارنة اللي عم تعملها حضرتك وعملوها زملاء آخرين مع سنة 88 استعبالت تعمير أنه نجح نجحت تلك القوة بأنه تمنع فرض مرشح اتفقوا عليه الخارج على لبنان هو المرحوم مخايل الظاهر ولكن هل هذا الأمر كان نجاحا نجحوا بأن يتفقوا على يعني ما حصل لاحقا هو خراب كبير حل في لبنان لأنه بعد ما اتفقوا على منع انتخاب مخايل الظاهر رجعوا تحاربوا ودمروا صحفاته بحروب داخلية ومات وتهجر مئات ألوف الناس من الشعب اللبناني بيهديك المرحلة اليوم إذا لا سمح الله بده يصير سيناريو مشابه يعني نحن راحين إلى يعني شيء نتمنى أنه ما يصير بس هو ممكن يكون بالسيناريو الأسور بس ممكن القول إذا اليوم توافقت هذه القوة على الرفض أقل نعم تقدر توقف بوجه تسوية خارجية هلأ شوف في شيء صار قصة العقوبات الأمريكية مع ملاحظاتي علي أنا أنه هيدا تستعمل بالسياسة وواضح أنه إليه أجندة سياسية وأنه هي يعني من دولة معينة من دون ما نفوت بقصة الأوانين والسيادي الوطنية وغيره ولكن عندها تأثير عندها تأثير يبدو أنه كتير كبير إيجابي ببعض الأحيان ببعض المحطات لما تطلع هالعقوبات وكأنه عم تقول لا اللي تفضلت وذكرتهم لتلك القوة أنه نحن عارفين كل مرشح أنه في قصة الرعاية للمرشحين وكلهم معنيين فيها فإذا الشغل يجب توقف الرسالة اليوم أنا قلت عن الولايات المتحدة الأمريكية هي بوجهة أيضا هذه الرعاية الفرنسية اليوم اللي كانت عم تسوق هذا الحل هل دخلت الولايات المتحدة اللي تقول كلمتها بشكل غير مباشر عبر هذه الرسالة اليوم في بعد فرنسي لأنه مثل ما نتذكر صار اليوم صار بفترة المبادرة الفرنسية الشهيرة بعد انفجار أربع أب وطرحل حكومة التكنقراط أو الخارجة من السياسيين أو الخارجة عن الأحزاب السياسية ونشوف لوين وصلنا مع كل التنازل الفرنسي صار فيه كمان دخول على الخط للعقوبات الأمريكية اليوم المشهد تقريبا مشابه للي صار بوقتها بس المعنيين فيه أكتر هن قوة محلية هن قوة محلية بعتقدت ذكرت ونحضرتك اللي عم ينقال عنه أنني عم يجتمعوا ويتلاقوا على اتخاذ مواقف ما بعرف إذا بتصب بمصلحة لبنان من الاستحاء الرئاسي التشدد الخارجي للأسف التشدد الخارجي اليوم بالموقف من الانتخابات الرئاسية اللبنانية يمكن يكون أكثر فائدة وأكثر يعني اتصالا بالمصلحة العامة اللبنانية هذا شيء مؤسف ولكن ما فينا ما نقول أنه فعلا هو موجود هذا التشدد الخارجي اللي صار هو خشبة خلاص يمكن لعدم انزلاق القوى المسيطرة عنها إلى مكان ما نتمنى نشوفه بلبنان وبالتالي اليوم هل هذه التسوية اللي حصلت بالمنطقة نحن رايحين اليوم ممكن إمكانية اتفاق على على رئيس أو تتقدم الفرصة التالت أو الخيار التالت مثل نقول أم لا ممكن يحصل تسوية وتنازل أو مقايضات بالساحات يعني بنحكى بين أنه اليمن وتعطيك بلبنان هل برأيك اليوم نحن رايحين إلى هذا المشهد أم لا ممكن يتقدم الخيار التالت نظرا للظروف الاقتصادية اللي عم بعيشها البلد وأي حل مرتبط يعني بالفترة المقبلة بدي يكون من خارج الاستفافات التقليدية هلأ هذا الموضوع فيه تسويق كتير لأله كل فريق عم بيسوق لما يشتهيه أنه في ناس بدهم يعطوا باليمن اللي بتابع عمشوف شو عم بيصير باليمن وبغير اليمن عمشوف فيه سريعة جدا سريعة بس فيه توازن يعني عم ينهم الحلول اتفاقات على حلول متوازنة تعطي للناس دورة الحقيقة يعني عم تراعي ما هو موجود يعني ما حدا عم يكون منتصر على طرف آخر يعني ما عم يتسلم بلد لمحور بالعكس عم يصير فيه معالجة بحسب خصوصية كل ملف وخصوصية كل بلد أنا انطباعي هو هيك فبلبنان بتأمل أنه نحنا يصير فيه شيء بيشبه بيشبه لبنان وحاجة لبنان لحل عن جد بيخليه أنه يقف على إجريه وينهض لعقود قادمة مش على أساس لحده فيه سيطر على البلد ولحده فيه يحكمه لحاله يعني اللي عم يسوقوا لهذا الطرح أنه منعطي باليمن وناخد لبنان هذا شيء شوفوا أنا مستحيل بلبنان لأنه دايما لأي مدى أصلا النقاش اليوم كنت عم تحكي بإشارة حضرتك لمسألة الانتخابات النيابية اللي حصلت وشفنا الجو والخطب السياسي اللي كان بالبلد قبل الانتخابات النيابية أنه هذه الانتخابات هي التي ستغير وجه البلد وهذه الانتخابات هي الحل بعد انهيار تاريخي اقتصاديا حصل شوفنا حصلت هذه الانتخابات ولم يحصل شيء اليوم إلى أي مدى يستقيم النقاش كمان بوهم جديد للناس أنه هذه الانتخابات الرئاسية وانتظار الرئيس يمكن بها الفترة أفضل من بعد ما يجي الرئيس لأنه بيضل في أمل اليوم عند الناس أنه بس يجي الرئيس اليوم رح تنحل كل هذه المشاكل إلى أي مدى إذا إجاء الرئيس الجمهورية اليوم من دون انعكاس لتوازن ما أو توازن قوة داخل مجلس النواب بيقدر يفرض إصلاحات أو خيار سياسي أو رؤية توازن على مستوى بلد سواء صح أم غلط أداش ما رح يكون ضمن التسويات السابقة وما رح يقدم شيء ورح نضال بنفس حلول التقاية الفرق اليوم بين ما يمكن أو نتمنى أن يحصل بالاستحاء الرئاسي وبين الانتخابات النية بي أنه الانتخابات النية بي حصلت بجو الانقسام الإقليمي والصراع الإقليمي والدولي حتى على المنطقة كلها سواء بينما اليوم نحن من حسن حظنا أن هذا الأمر سيحصل نتمنى أن يحصل قريبا بيظل اتفاقات وتسويات وهذا فرق أساسي تير كبير بغض النظر عن شخص من سيكون رئيس جمهوري من ما كان يكون إذا حصل هذا الموضوع وانتخب هذا الرئيس بتفاهم أو برعاية أو برضى إقليمي يعني هذا الأمر بيكون حصل اتفاقا وليس خلافا وليس من خلال الصراع ما بيكون هذا الشخص منتصر على فريق آخر ولا يعبر عن انتصار أو هيمنة فريق ضد إرادة فريق آخر هيدا هون بيت القصيد مشان هيك بيكون في بتغير النظرة إلى لبنان بتتغير كليا كل الفئات بتعتبر حالة موجودة وممثلة من خلال إعادة تكوين السلطة والمؤسسات الدستورية وبالتالي هذا الشي مفتاح أساسي لحل الأزم الاقتصادية ليه لأنه نحن أزمتنا الاقتصادية هي ناتجة عن يعني عدم تدفق الأموال إلى البنان لنسميها بها البساطة أنا أبكي بخير عدم تدفق الأموال أو سوء إدارة هذه الأموال لأنه نحن أول مرة كان مش في عدة طبقات مسألة الأموال يعني كان فيه فائد بالأموال بسماعة وشو عملوا فيهم الشباب سرقوا وبددوا واستفادوا من فوائد عالي واللي بدكيه ولكن إجا بنفس الوقت إغلاق السكيل الحنفية السكيل الحنفية من الخارج وهذا الشيء يشبه يعني 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 يشبه هل يشبه بالماضي بالبناء يعني هل نحن مستحيل تفكير بإدارة مختلفة للبلد اليوم بظل ما نعيش والمراهنة نرجع على نفس التسوية طب شو رح يختلف اليوم حصل بالالفين وستعاش تسوية بفرعيها الداخلي والخارج اللي حصل وجرى الاتفاق على اسم أنا ذاك العماد ميشيل ما كانت تسوية إقليمية بفرعيها أنا يعني داخليا مع رضا أو عدم ممانعة خارجية مشيت وكل الأطراف كانوا مع بعض لم ينتجوا شيء يعني أنتجوا هذا الانهيار كان في إيحاء بوجود رضا إقليمية ما كان في رضا إقليمية بدليل أنه اللي مشوا فيه وأوحوا فيه دفعوا تمنوا غاليا بحياته اللي هو الرئيس سعاد الحريقي واضح هذا الشيء لا ما حصل تسوية بوقتها التسوية كانت محلية بين يعني الأشخاص نعرف من اللي عملوا التسوية اللي كان إلا بعدين بعد سياسي وبعد اللي علاقة بالمصالح وموارد الدولة اليوم هدا الشيء مش هدا اللي عم يصير نتأمل نحن أنه تحصل بسرعة إعادة تكوين مؤسسات الدستورية ليش؟ لأنه من بعد مننا يجب أن يصير أن يحصل إعادة طرح طروحات كانت مجتزقة ومنقوصة انطرحت ونحكى فيها بفترة ما ثم بالثورة وبسبعانة عشر تشرين اللي هي إعادة تأسيس البلد على أسس سليمة جديدة إذا ما عملنا هيك بعد مرحلة انتخاب الرئيس والتكوين السلطة نكون متل ما تفضلت رجعنا دخلنا بالحلقة المفرغة ممكن نروح بلأنه في هذه الحلقة المفرغة وأنسداد الأفق السياسية وصلنا لداد لوك سواء بمجلس النواب نتيجة هذه ما حدا عنده هذه الأكثرية لا أعرف إذا كانت مقصودة قبل الانتخابات النيابية لا أحد يتحمل المسؤولية اليوم شفنا الدور القطري اليوم ويقال بمباركة سعودية ممكن نروح اليوم إلى ما أكثر من دوحة أقل من طائف يؤسس للمرحلة المقبلة تكون أول ثماره هي انتخاب رئيس للجمهورية ممكن نروح لهذا السيناريو بس أنا بحب أعلق على هالنوع من السيناريوات بشكل تالي أي تسوية محلية بيكون عنوانة إعادة توزيع السلطة والتقاسم السلطة بلبنان بين القوى بما يعكس الواقع منكون عم نأجل الصراع بده يرجع يتفجر لأنه بيكون مبنى على على أسر صغير سليمة ليش كنت عم بقوله أنه بدنا نرجع نستعيد بعد ما نطرح خلال فترة الانتفاضة الشعب اللبناني أو الثورة اللي هو بما معناه في حاجة لإعادة نظر بأسس العمل العام وإدارة الشأن العام وإدارة الدولة يعني هذه القوى السياسية اللي جددت نفسها من خلال الانتخابات صحيح ما حدا مننا سيطر على الأكترية ما حدا منهم سيطر على الأكترية بل أعادوا بس أعادوا تكوين نفسهم أغلبية الشعب اللبناني مش بهيدا الجو أغلبية الشعب اللبناني عايشة خيبة أمل أنه كان فينا نعمل شي ولكن صار هيمنت هذه القوى وبقيت وصار مثل كأنه أمر مسلم فيه لا الناس بمكان آخر بدنا نفكر ندعي القوى النخب بالبلد المفكرين واللي هن عندهم الرغبة بدهم يعملوا تغيير حقيقي يصيغوا طروحات جديدة لتأسيس قوى سياسية جديدة تقوم على أساس عمل سياسي وليس على أساس الانقسام الطائفة كل إنسان كل مواطن لبناني عن جد حابب يضل يعيش بالبلد أو حابب يرجع على البلد إذا هجر لازم يفكر هيك ما فينا نضل على مئة سنة نرجع نعيد نفس التجربة ونعيد نفس الانهيارات لأنه مننا نرجع نوصل مرشح هو نائب ميشيل معواض وفي الوزير السابق إسلامان فرنجي وكل مرشح يمثل معسكر ما من خلفه سردية ما بس بشكله الأساسي هي الاستفاف إذا بدك الأقليم اليوم والعنوان العريض هو اللي بيتعبر عنه سيادي أو غير سيادي مع هذا المحور أو ذاك بتشوف بهول أي من المرشحين برأيك بتشوفهم بيختلفوا بطرحاتهم الداخلية أي من المرشحين بتعتبر عنده عنده هذا المشروع اللي بينطبق على إصلاحات بالفترة المقبلة أم لا يعني ولا من المرشحين هو فقط بس بيعكس التوازن القوى الأقليمي بالداخل أي مرشح طبعا يعني بكل من اللي ذكرتهم في صفات جيدة بس المرشح مما كان يكون شو ما كانت خلفيته إذا أصبح رئيسا للجمهورية على أساس تلاقي وجو تسوي إقليمية بيكون قادر أنه يصنع يعني فارق كتير كبير وأي مرشح مهما كان عنده صفة تمثيلية ومهما كان قوي وعندها نموذج الرئيس ميشيل عون ياللي وقت اللي القوي شعبية ومن المداخلية ولكن وصوله كان على أساس بجو إقليمي في صراع وعدم اتفاق إقليمي منشوف لون وصلنا المسألة هون مش بشخص من سيكون رئيسا اليوم رفض الأستاذ سليمان فرنجي أو رفض الأستاذ ميشيل معوض عم يكون مش على أساس صفاتهم الشخصية وإدرتهم من من يرفضون مشاريع سير على أساس هذا الرفض متما تفضلت على أساس الاستفاف المحلي الذي يعكس صراع أنا هيدا اللي كنت بدأ أخذ رأيك فيها كنت أفرع لأنني نقاش هالفكرة اليوم أنه اللي حصل بالتسوية بالالفين وستعشر كل الأطراف وشاركوا بحكومة لأسألك سؤال من بعد أنه هي المشكلة اليوم بقالية اتخاذ القرار الدرج المنظومة المنظومة أنه الغلط اليوم بالمنظومة وأشخاص يعني إذا منشي الأشخاص اللي هو بالتعبير بالإنجليزي إستابلشمنت يعني إذا منشي الأشخاص وحط محلون أشخاص يمشي الحال بس ما اليوم كانت هذه القوة السياسية معا إلى أي مدى يعني بدأت بحكومات اللي حصلت الحكومات الرئيس سعد الحريري بعهد الرئيس ميشيل عونو وكان فيه اتفاق داخلي مع الجميع شو الخيارات اللي يأخذوها اللي الناس شعرت فيها أنه كهرباء شو اللي منع وقته يأخذوا هذه الخيارات هذا اللي عم قال لك يا أنه اليوم نحنا جربنا اليوم جربناهم مختلفين الشباب وجربناهم متفقين وجربنا كل حدا لحاله بالسلطة يعني فاليوم ناس شو لش بدأت راهن اليوم إذا انتخاب رئيس جمهورية ممكن يغير فقط لأنه عنده دعم إقليمي ما بسبب الانهيار اللي نحن فيه وصار فيه الأساسيات اللي بقصم منها كانت موجودة قبل 2019 أصبحت غير موجودة صارت الناس معلقة بحبال الهواء أنه انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وعادة تكوين السلطة الدستورية إذا تزامن مع رضا خارجي هذا الشي يؤدي إلى إعادة بث الأكسجين في الجسم اللبناني هو أكسجين رح يرجعينهم لش نحن نتمنى هذا الشي يحصل هلأ إذا حصلوا بس ووقفت الأمور هون ورجع حد أدنى من عمل المؤسسات بالبلد وحد أدنى من الأكسجين مثل ما استعملنا التعبير يجب في اليوم التالي أن يبدأ العمل من كل القوى الحية الحقيقية الموجودة بلبنان على اختلاف مشاربة مع مقولية اللي هي تنتمي إلى القوى السياسية حالية أو تؤيدها لأن هذه القوى السياسية الحالية هي إما فاشلة وإما عاجزة تتفق فيما بين على هذا الأمر تشترك فيه أنا أدعو كل اللي هني من خارج الانتماء أو السير وراء هذه القوى السياسية إلى المباشرة بعمل سياسي على أسس جديدة شرط أنه ما نرجع نسترجع عدبيات الماضي لأنه في كتير من الكينات الجديدة اللي طلعت أحزاب أو شخصيات أو ناس طلعوا وبرعوا وفي منهم فازوا بالانتخابات النيابية هني عم يرجعوا يستعيدوا يعني طروحات ماضية موجودة ومطروحة بلبنان بحاجة إلى فكر سياسي جديد يأسس لنشوق بلد قائمة على أساس المواطنة على أساس المساواة على أساس أنه نقدر نعيش لمية سنة لقدام من دون ما نكون مضطرين أنه نكون عندنا يعني شخص سبونسر أو زعيم أو شخص يحمينا من جارنا يعني هذا المنطق سيدان تحكي عمر حليز بتعاقد ما يلي ما يلي لا لا ما يلي هذه التسوية اللي بدأت تصير حصل التسوية ونشأ عنا رئيس الحكومة من اليوم التالي لازم يبلش في دينامية جديدة خارج إطار ما يسمى بالأحزاب أو القوى السياسية الطائفية الحالية من اليوم التالي رح ناخد فاصل رئيس بعد الفاصل رح أسألك اليوم عن النصاب اليوم والجدل وفي حال تمت هذا لأنه جرى الإيحاء أو التلويح اليوم بالخمسة وستين أو غير الخمسة وستين لكن سمح لي نحن ناخد فاصل قصير بعد الفاصل نتابع تمام مرحب فيكم عن جديد مشاهدين الكرام ونتابع هذه الحلقة مع ضيفي القاضي زياد شبيب مرحب فيك عن جديد رئيس ونتابع هذه الحلقة إلى أي مدى برأيك السلاح اليوم اللي يشهر سلاح تعطيل مجلس النواب هو دستوري وقانوني اليوم أي حديث عن التعطيل هو غير دستوري وغير قانوني يعتبر بعض أو تعتبر بعض قوى السياسية في لبنان ومنها من مارس هذا الأمر في الماضي ومنها من يعلن عن أنه سيمارسه اليوم بأنه من حقها أن تعطل حصول الانتخاب الرئيس أن تعطل جلسة الانتخاب أو تعطل نصاب الجلسة وفي تبادل للأدوار يعني من كان من قام بذلك في الماضي اليوم غيره عم بيقوم فيه هذا الشيء ما بيحكي عنه الدستور الدستور بيقول أنه يجتمع مجلس النواب يصبح هيئة ناخبة يعني كل نائب واجبه الدستوري أن يحضر وأن تبدأ عملية الاقتراع من خلال سلسلة دورات اقتراع أولى وثانية وثالثة ورابعة ومية إذا كان اقتضى الأمر ضمن جلسة انتخابية واحدة وليس جلسات هذا المفتاح الذي يغير مجرى الأمور يوصل إلى نتيجة مختلفة قصة الجلسة النصاب لما تحصل الجلسة نصاب الثلاثين بالجلسة من دوم نقول أنه اي ولا لا وفي نقاش كتير كبير على موضوع النصاب أنه هل هي الجلسة تحتاج إلى النصاب الثلاثين أم لا لأنه الدستور ما بيحكي بالمدى 49 عن موضوع النصاب بجلسة انتخاب الرئيس بيحكي عن الأكثرية المطلوبة بيقول أنه ينتخب الرئيس بأكثرية الثلثان في دورة الاقتراع الأولى دورة الأولى ويكتفى بالأكثرية المطلقة في دورات الاقتراع التي تليه فاعتبروا دستوريين وسياسيين أنه ضروري أن هناك قاعدة قاعدة التطابق بين الأكثرية المطلوبة لإقرار عمل ما وهو هون انتخاب الرئيس وبين النصاب المطلوب للجلسة للجلسة التي سيحصل فيها هذا العمل فإذا التطابق بين الأكثرية المطلوبة وبين نصاب الجلسة هاي قاعدة مش عليها مجلس النواب ولكن ما انتبهوا أنه بهالحالة الأكثرية المطلوبة هي أكثرية ليست ثابتة أكثرية متحركة يعني أول دورة تلتين وتاني دورة وما يليها من دورات هي أكثرية مطلقة يعني 65 نايم وبالتالي ما فينا نطبق قاعدة التطابق بين الأكثرية والنصاب بشكل جزئي يعني عندها بداية الجلسة بدنا نطبقها منطبقها على أطلاقها يعني بيكون النصاب مطابق للأكثرية فهو أيضا متحرك كما هي الأكثرية متحركة هذا المبدأ إذا بدنا نطبق قاعدة تطبقها على أطلاقها منطبقها على أطلاقها ما صارت تطبقها على أطلاقها يطلب يطلب بعد من القوى الحاكمة أنه يكون نصاب الثلاثين مستمر كل جلسة الانتخابات وهذا مثل ما قالت أنه مخالف لقاعدة التطابق يلي هني طبقوها طيب عظيم إذا سلمنا فيها جلسة الانتخاب يجب أن تكون جلسة وحدة هيك بيقول الدستور هناك دورات اقتراع يعني نحنا اليوم وليس جلسة يعني هلأ نحنا لازم مفروض يكون فيه نحنا هي جلسة واحدة جلسة قائمة قائمة ما كان لازم أن يعلن اختتام الجلسة يعلن تأجيلة إلى الساعة كذا من يوم غد مثلا أو لا تؤجل أصلا بتظل قائمة ومنعقدة بشكل دائم إذا فعلا فيني الانتخاب رئيس جمهورية هيك بتصير من لحظة حصول الدعوة يلتأ مجلس النوع وبيضل يصير فيه دورات اقتراع متتالية إلى حين خروج الدخان الأبيض هذا الموضوع صرنا يعني شرحينه كتير وكتبت عنه عدة مرات اللي اللي عم بصير هلأ أنه هلأ في قوة عم تقول أنه هي قد لا تؤمن النصاب السؤال إذا حصلت جلسة اليوم ما يسمى جلسة وهي ستكون دورة اقتراع شو هي الأكترية المطلوبة لانتخاب الرئيس فيها هل نحن بحاجة إلى ثلاثين أو خمسة وستين بحسب نظرية السائد اللي عم تتطبق أنه لازم يكون في ثلاثين ولكن لانتخاب الرئيس لازم يكون في ثلاثين البعض بيقول أنه آه لازم هذا الشيء يصير بالثلاثين بدورة الاقتراع الأولى في حال حصلت جلسة بكرة لازم يكون في ثلاثين موجودين ولازم ثلاثين يصوتوا لمرشح في الدورة الأولى اللي كي يفوز هذا الشيء غير صحيح إذا حصلت جلسة وكان فيها فيه نصاب الثلاثين فيه نصاب ثلاثين صوت له مش ثلاثين في الدورة الأولى صوت له خمسة وستين بيكون رئيس بيكون رئيس ليش؟ لأنه دورات الاقتراع التي حصلت فيما سمي بالجلسات السابقة هي دورات اقتراع أولى وثانية وثالثة يعني فهو رئيس صحيح هذا الشيء يتطبق على المرشح السلسل المفرنجي وعلى أي مرشح أي مرشح لكن اللي يعبر عن اليوم عن الاستفافة أو المرشحين المعلنين يعني اليوم صحيح صحيح حتى بموضوع قائد الجيش يعني كمان بموضوع قائد الجيش مختلف لأنه بحاجة لتعديل دستوري بحاجة إلى ثلثين يعني صوته يعني ما فيه صوته إذا عملوا تأمن أن يصاب تلتين وصوتوا له خمسة وستين لتعديل دستوري بالجلسة الأولى بدي صوتوا له ثلثين يعني بدي يكون عندهم أمن تلتين أطلع الصوات هذه نظرية هذه إذا سلمنا جدلا بأنه ما طبق سنة 2008 2009 هو لا يصح اليوم في سابقة حصلت أنه تم انتخاب رئيس هو كان قائد للجيش من دون تعديل الدستور وبسمع أنا مع مين حصلت مع الرئيس سليمان أوكي أوكي انتخب الرئيس سليمان باستنادا إلى هالمنطق هذا وقت اللي حد تذكر وبعدين لأنه ما عملوا هذا الشيء وخلص ماشي ما كلنا موافقين وقت وقت النقاش شهي لساب الجلسة كل مجلس النقواب ماشي فيها بعد التسويت الدوحة في ناس بيقولوا اليوم أنه إذا حصل هذا السيناريو المماثل أنه مهم أنه يكون ما فيه تلت تلت معارض يعطر لأنه مش بس بعطل نصاب الجلسة لأنه أيضا يمكنه قطعن انتخاب الرئيس أمام المجلس الدستوري بس الأهم من هيك أنه بوقتها كان فيه دراسة قانونية بغض النظر عن رأي أي كان فيها اليوم ولكن هي اللي كانت السند الذي تم من خلاله الذهاب بهذا الاتجاه تقول بأنه لأنه نحن في حالة فراغ الأحكام العادية التي تتعلق بمهل الترشح يعني الموظف الفئة الأولى هني بحاجة إلى استقال هذه المهل تسقط استنادا إلى هذه النظرية وهذه مبنية على اجتهاد للقضاء الإداري والقضاء الدستوري في الحالات الأخرى يعني لما بيكون بالانتخابات النيابية نحن نكون أمام انتخابات فرعية الموظف اللي كان بده يستقيل قبل بسين أو بستة شهر لحتى لا يقدر يترشح بيقدر يترشح فورا بيستقيل تسقط هذه المهلة فعلى هذا الأساس على سبيل القياس تم الاستناد لألا وبالسياسة مثل ما تفضلت كمان نقال انه نحن اليوم ما تزيل كل الناس مشاركة ما حدا رح يطعن فماشي الحال هذه السابقة تم الحديث عن استبعادها مؤخرا ولكن رح تنوصل لسؤالك اللي تفضلت في انه هل يجوز انتخاب لعماد جوزيف عون اليوم بجلسة تحصل أولى بأكثرية 65 تصويتا استنادا الى السابقة اللي عم نحكي عنه انه لا حاجة لتعديل الدستور في هذه الحالة يجوز طبعا يجوز لانه الدورة الأولى صارت يعني ما ينطبق على المرشحين الآخرين على الاستسلامين فرنجي او اي شخص ينطبق على الجنرال جوزيف عون من حيث المبدأ انه 65 في دورة تحصل في جلسة مقبلة لانه الجلسة هي دستوريا مستمرة منا جلسات والدورات اللي صارت بالماضي هي دورة أولى حصلت بأول مرة حصلت الدورة الأورى يعني كل دورة من وقتها لليوم يجب ان تحصل فيها المرشح على 65 فقط ويكون منتخبا رئيسا للجمهورية من ما كان يكون فالعائق اللي عمين حكي عنه على انتخاب قائد الجيش بعتقد انه انه يدل او انعكاس هو اللي نشأت بكنا نحكي عن 17-20 انه بعد 17-20 ايضا فاتت على خط استخدام هذا السلاح اصلا في انقسام بينهم يعني اليوم بهذا الموضوع انه لا كمان هي بتقاطع النصاب اذا فيه مرشح مش عزوة او ما بتدعمه هني للأسف يعني شوي شوي ومع كل استحقاء دخلوا في آليات وادبيات القوى الحاكمة من بدءا من انتخاب رئيس مجلس نواب ونائب للرئيس لما ما صار فيه ترشيح لأي شخص من غير طائفة الشعية الكريمة الى رئاسة مجلس نواب او من خارج طائفة الارتولوكسية الى نيابة الرئاسة مع انتها صار فيه تسليم بالواقع الحالي خلافا للأدبيات اللي كانوا عم يترحوها قبل الانتخابات ووصولا لاللي وصلنا له نحنا اليوم مع انه بوقتها انتخابات رئيس المجلس كانت فرصة لاجراء مداورة في المناصب الفئة الصف الاول اذا بدنا نحكيها المناصب الصف الاول الدستورية كان فيه امكانية وفرصة تاريخية باللبنان انه نباشروا عملية المداورة يعني انا ما بشوف اي شي بيمنع اننا تصير اليوم او بالمستقبل لازم نصلى ورح نصلى اذا كان عن جد نحنا منحب بلدنا المداورة شو اللي بيمنع وصلوا لليوم دخلوا في ادبيات وصراعات القوى الحاكمية للأسف وصاروا جزء مننا لو كانوا بعدهم بيعلنوا انه موقفهم الخاصة وطموضعاتهم الخاصة بس اذا بتشوف الخريطة كيف موزعة هن من حيث يدرون او لا يدرون عم بيصبوا بجهدهم السياسي وموقفهم اما مع فريق او ضد فريق هذا الواقع عم تتقرش موقفهم بالسياسة المحلية وبصراعات السلطة سؤال اخير اليوم اضافة الى الاستحقاق اليوم هذه السلطة اليوم القوى السياسية امام ايضا سباق مع الزمن بمسألة انتهاء ولاية حاكم مصر في لبنان في حال لم ينتخب رئيس قبل اليوم او قبل انتهاء ولاية الحاكم بتموز بعتقد ووسط اعلان الرئيس بريق النائب الاول بما انه الشيعي ما رح تحمل كيف اليوم مين بسن ببعرف مين النائب التاني والتالت بس اذا كان لحتى ما يستلم نائب الحاكم الاول بده يستقيل اذا ما استقال حكما هو يعني موجود بحكم الحكم القانون في نائب حاكم تاني وثالث كلهم يستقيلوا يعني نحكي سيناريوات هلأ صرنا منتوقع كل شيء لبنان بس ما في شيء بيمنع بهالحالي انه مجلس الوزراء يجتمع وان كانت حكومة تصريف العمال ويعين حاكم اه بيقدر حكومة تصريف العمال من واجبة من واجبة طبعا هذا تصريف العمال شو تصريف العمال بس هيدا بدي يجيب بيقولك انه اليوم تعين بمنصب اساسي رح يجي رئيس الجمهورية فيما بعد بيغيره بعدين ما في هذا الموضوع هو من بديهية تصريف العمال موضوع من هذا النوع من هذه الدرجة من الخطورة والحساسية اي موقع بالدولة على الحكومة وان كانت حكومة تصريف العمال انها تقوم بوجبة بانه تملأ الفراغات يؤدي هذا الفراغ فيها في هذه المواقع الى ضرر كبير في المصلحة العامة وفي حياة اللبنانيين هذا امر اساسي شكرا لك لاضي زياد شبيب على هذه الحلقة شكر موصول للكم مشاهدين الكرام غدا حلقة جديدة برنامج الحدث الى اللقاء اشتركوا في القناة